وزير العمل يعلن رسميا صب الزيادات في المعاشات بداية من 10 مارس المقبل السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر جرس وهذا ليصلكم كل جديد قال وزير العمل بخبر رسمي أنه سيتم صب الزيادات في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية بداية من 10 مارس المقبل كما أضاف وزير العمل في تصريح له نقله على التلفزيون العمومي أنه رسميا سيتم صب كل المعاشات بالزيادات المقررة قبل حلول شهر رمضان مشيرا أيضا إلى أن الزيادة في الأجوع ستمس مليونين وثمانمائة ألف شخص وتسعون بالمئة من الموظفين وعشر بالمئة من المتعاقدين كما أن الزيادة في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية سيستفيد منها أزيد من ثمانية ملايين شخص كما أشار الوزير إلى أن منحة التقاعد تمس مليونين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف مستفيد ومنحة البطالة تمس مليونين مستفيد مؤكدا أيضا أن منحة البطالة بسيغتها الجديدة 15 ألف دينار تم صبها بداية من شهر جنفي وهذا لفائدة البطالين المسجلين كما سيتم صب كل المعاشات بالزيادة المقررة ابتداء من عشر مارس إلى غاية عشرون مارس الفين وثلاثة وعشرون كما أوضح وزير العمل في سياق آخر أن نسبة الإدماج في القطاع الإداري بلغت 98.5% وبعد الإدماج 321.621 من مجموع المستفيد